اهلا وسهلا فيكم هاي رندا عم تستمناكم لحتى تقدم افكار لصحور صحي زي ما حكينا ما بيعطش ما بيجوع وهم اشي مفيد مغزي وقليل بسعرات الحرارية صباح الخير صباح البرد رندا كيفك حبيتي تمام وانتي كيفك شو الاخبار تمام كل عام وانتي بخير انتي بصحة وسلامة يا رب اوكي هلأ انتي بحضرت لنا ثلاث اختيارات تقريبا من السحور بس اول بدك تقولي ان هناك سباح نقاط اساسية غذائية لازم تتوفر بوجبة السحور صح اوكي هلأ لحنبلش اليوم باول نقطة والاشخاص كتير ما بينتبهوا عليها انه نحنا خاصة لانه عم بيجي رمضان بفترة الرو فيها شوي حار كتير رح نشرب كميات كبيرة من الماء عوجبة السحور اللي نحنا ما بنعرف هو انه الكلا غير قادر على فلترة اكتر من نص لتر ماء خلال كل ساعة فاكبر غلط انه انا ظلني اشرب كميات كبيرة بس مع لترين بس مع ثلاث لتر واربع لتر من الماء عوجبة السحور بس للأسف نحنا ما بنعرف انه هاي الماء كلها احنا ما رح نستفيد منها ورح تخرج من الجسم كيف ما هي على الشكل اللي هي فاتت عليه نحنا رح نحط عبق اكبر على الكلا فيفضل انه نحنا نشرب السوائل بعد وجبة الافطار مش وجبة السحور وعلى وجبة السحور نلتزم بكوبين من الماء لبعادل نص لتر ماء لحتى كمان ما نأثر على العصارة الهضمية اللي بتكون موجودة اللي ممكن نحنا مع زيادة استهلاك هاي السوائل تأثر على العصارة الهضمية وما يهضم جسمي بالطريقة الصحيحة حلوة هاي باف كتير مهمة صح اوكي يعني احنا لازم بس بعد الافطار كوبين هلأ انا عم تقولي الجسم ما بقدر يستوعب او الكلا ما بتقدر تستوعب اكتر من كوبين ماء بالساعة بالزبط فانا عوجبة السحور بدي كوبين من الماء اما عوجبة الافطار وبعد وجبة الافطار ممكن كل نص ساعة اخذ كوب من الماء لحتى ما اتعدى النص لطر كل ساعة خلال اليوم تمام ويش المعلومات المهمة اللي سنعرف طيب تاني اهم نصيحة غذائية بدي انتبهلها للاشخاص اللي بتاخد نسبة عالية من الدهون على وجبة السحور نحنا كتير بنفكر انه نحنا بناخد نسبة عالية من الدهون فهذا الاشي منيح عشان ما اجوع تاني يوم بس للأسف هذا كمان بفصل الصيف رح يزيد من التعرق رح يزيد من الاشخاص انها تشعر بالعطش لانه انا عم باخد نسبة دهون عالية عم بعرق كتير خلال الصيف فرح اثئت سوائل اكتر وجبة السحور مفروض تكون العناصر الغذائية اللي فيها ما بتحتوي على الدهون المشبعة او المشبعة فبدي انتبه من هاي الشغلة واخد دهون صحية بالاضافة للعديد من الالياف اللي رح تخليني اشعر بالشبع لفترة اطول ويقلل عندي من نسبة العطش اوكي حلو اذا مش دهون ومش كتير مي بالزبط لدينا الياف طب هلأ ايش الاشي اللي بخليني اشبع البروتين البروتين والالياف المعقدة رح تخليني اشبع لفترة اطول بالزبط هلأ بالنسبة للاشخاص اللي بتحب اي نوع من الاكل اللي فيه كتير بهارات او فيه كتير توابل او ملح نحنا بننتبه من هاي الشغلة لانه كمان بعمل على سحب السوائل من الجسم نحنا عم نصوم لفترة كتير طويلة هاي الفترة جسمي رح يفقت فيها كمية كبيرة من المعادن من السوائل فبدي انتبه انه انا ما ااخد المأكلات المالحة المخلل المقدوس او المكدوس فيه نسبة عالية جدا من الملح الاشخاص اللي بتحب لتشيبس كمان بدي انتبه من هذا الاشي المعلبات اذا بدي ااخد فول وحمص يفضل انه انا اشتريهم من محل بدل من ما اني استخدم المعلبات اللي فيها نسبة ملح اعلى هاي بحلو المعلبات بالزبط كمان بنركز على البوتاسيوم البوتاسيوم بيمنع الشعور بالعطش فانا عم بفكر عم بحكي عن موز عم بحكي عن اللبن عم نحكي عن الحليب لما نحكي عن التمر المشمش المجفف كل هاي العناصر الغذائية اليوم انا حاطيتها بوجبة لسحور مليئة بالبوتاسيوم وبتقلل من الشعور بالعطش بشكل كتير كبير حالو بنتي انتبه كمان لشغلة كتير مهمة اللي هي المضغ بطريقة صحيحة نحنا دائما لما عوجبة الافطار او عوجبة لسحور لانه نكون مستعجلين رح يقرب يقدن او هلأ قدن فمنحاول ناكل اكبر كمية ممكنة باقل وقت ممكن بدي انتبه من هاي الفكرة لانه بيعمل عصر هضم ممكن يعمل تشنجات بالمعدة واكيد ممكن يقدي الى اوجاع مختلفة خاصة انه جسمنا مش متل الكمبيوتر دغري رح يتأقلم مع الصيام مع الحرمان بشكل كتير كبير لا بدي انتبه من هاي الشغلة واعطي وقتي للوجبة واستمتع بالوجبة اكتر من ما هي تكون فرض علي كمان فيه شغلة كتير مهمة بدي احكي عنها الاشخاص اللي بتتسحر قبل ما تنام انه نحنا بنتسحر على الساعة عشرة او عساعة احداش اتناش وبننام دغري بعديها النوم نحنا لما بناكل وبننام دغري كل الدورة الدموية بتكون بالعادة مهيئة انها تروح للمعدة لتستقبل الغذاء بس نحنا ننام الدورة الدموية بتقل مفعولها كمان نبضات القلب بتقل فبدي انتبه انه وقتها الدم ما رح يكون داركتد للمعدة رح يصير موزع على الجسم والمعدة تبطل عم تهضم رح يتأخر الهضم اللي رح يؤدي الى العطش تاني يوم الشعور بالتعب الشعور بالنفخة داما الرسول عليه الصلاة والسلام بحكي تسحرو فانا بالسحور يبركى وهذا الشي مضبوط بدي اأخر وقت لسحور لحتى يكون عندي اولا الوقت ما بين الافطار والسحور اطول وما اضل صايمة لفترة كتير طويلة اذا انا عم بتسحر ساعة 11 وعم بفتر تاني يوم على الساعة 8 الا تولت مثلا فهاي الفترة كتير طويلة تانيا بدي انتبه لفكرة اني ما اكل وبعدها انام مباشرة اعطي وقت شوية اعطي جسمي شوية وقت لحتى يتأقلم مع الاسحور ويقدر يبلش انه يهضم فيه قدي لازم يكون بين النوم وبين اخر وجبة مش اقل مش اقل من ساعة لساعة ونص يمكن صعب الواحد على الفجر يضل فايق ساعة ونص ولكن ساعة في 40 دقيقة واخر اشي بدنا ننتبه من المشروبات الغازية كتير اشخاص بتفكر انه انا بساعدني على الهضم اذا اخدت مشروب غازي على وجبة الافطار او حتى وجبة الصحور مرات بنشوف ناس باخدوا وجبات سريعة ومشروبات غازية بس للاسف هي تعتبر دايوراتيك تعمل على در السوائل من الجسم فبدي انتبه من هذا الاشي لانه هي رح تقيم اكتر سوائل من جسمي ورح تقدي الى الجفاف بنسب والعطش بالضبط طيب هلأ انتي محضرت لنا مجموعة من الاختيارات مصدوط ثلاث اختيارات بالضبط حلو هلأ شوفي احنا ايش حاطين رنده هون كل هاي الاختيارات مليئة بالبوتاسيوم وبنفس الوقت غنية بالسعرات الحرارية ولكن صحية كل هاي الوجبات ما بتتعدى السعرات الحرارية اللي فيها من 200 الى 300 سعر حرارية فانا عم باخد نسبة عالية من الالياف من الغذاء وبنفس الوقت قليل بالسعرات الحرارية مقارنة مع الاختيارات التانية تمام اول شي رح نبلش اول شي انا هون حاطة عندي حاطين جبنة بيضاء وانا حاطة جبنة البيضاء عن قصد لا اوضح للاشخاص انه كل شيء قليل الدسم بيجي قليل الملح فكتير فكرة زكية انه نحنا ناخد لوفات او قليلة بالدسم لحتى تكون قليلة بالملح وما تعتشني تاني يوم فيها نسبة عالية من البروتين واكيد البروتين رح يعطيني الشعور بالشباع لفترة اطول رح نحط معها التوست الاسمر يمكن مو كتير اشخاص بتحبوه ولكن هذا التوست بيحتوي على نسبة عالية من الالياف رح تعطيني كمان الشعور بالشباع لفترة اطول وممكن اني احط جنبيها اي نوع من الفاكهة المجففة او حتى الخضار الصحية لحتى ااخد قيمة غذائية عالية واشعور بالشباع لفترة اطول حلو هذا اول نوع فبالضبط هنا عندي اول اختيار انه نحنا نستخدم خبز جبنة بيضة قليلة الدسم مش مش مجفف ومقدار تقريبا كوب من الخضروات الملونة كلما كان الوان فيها اكتر كلما كانت صحية اكتر تمام اوكي ثانيا رح نلجأ هون لزبدة اللوز هون احنا عندي ألموند بطر مش بينت بطر مش زبدة الفستو اللي بخيرها او يعني الفارق الوحيد ما بين زبدة اللوز وزبدة الفستو انها بتحتوي على املاح اقل اوكي فما بتعملش كتير فعندي بالضبط نسبة العطش بتكون اقل وابنفس الوقت باخد سعرات حرارية صحية اللي رح نعمله انه باستخدام توست صغير رح نحط عليها زبدة العلمند اوكي هلأ هي ما فيها املاح الدلة بس فيها بروتين فيها بروتين اكتر اكتر من زبدة الفستو والصراحة التنين نسب البروتين اللي فيهم يعني مش كتير عائل اوكي اوكي مش مصدر للبروتين لا مش مصدر خاني جدا للألتين يعني بيض والبيض واللحم والجاج هم البروتين الأساسي صح وممكن انه انا ازينها بشوي من الموز نحن نبس قلوب بما اني بدي ادوئك ياها اوكي 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 زاكية عن جاد كتير عن جاد صراحة اذكى من زبدة الفستو طيب يالله ممكن نضع عليها شوية موز وفكرة على فكرة كمان لازم ننتبه عليها انه الموز لازم يكون او استهلاكنا خلاص بكفة بكفة هالأد موز طيب يالله تفضلي اذا زبدة اللوز مع موز زبدة اللوز مع موز وطوست اسمار نكمل هاي بعدين بدو اوكي واذا بدك يا ادوء قبل متل ما بتحبلي كما بدك كلا ندوء هلأ ممم طيب اه وما فيها ملوحة اللي بتشوفيها بزبدة الفستو ممم حلو اوكي هلأ اخر اختيار عندي كتير اشخاص بتحب اخد اللبن مصدر غذائي كتير عالي بنفس الوقت انا ممكن اضيف له اختيارات غذائية تزيد من القيمة الغذائية اللو إله راح نضيف عليه شوية بذور تشية تعود أن أحط شيا على هاي تعلمتها منك بالضبط على اللبن كتير لذيذة فكرة للشيا لأنها كتير بتعطيني قيمة غذائية عالية والشعور بالشبع مش صديعي لأنها كتير فيها ألياف فرح تعطيني شعور كتير كبير بالشبع الشيا هي ألياف وبروتين كمان وبروتين ووميغا ثري وفيتامينات ومعادن سوبر فود سوبر فود بسمها سوبر فود فهون أنا لبن مع الشيا وبتحتاج لها تمر زاكي هاي على فكرة كتير هلأ ممكن أن أنا أضيف عليها تمر آخا من قسمه أو نأكله ممكن أنه نأكله مثل ما هو وممكن أنه نحن كمان نحط عليها شوية فاكة مجففة مش أكتر من ثلاث حبات لحتى ما أزيد كتير بالسعرات الحرارية حلو ورح نحط عليها شوية موز اسمعي طعم الفواكه مع اللبن كتير زاكي بالضبط لأنه اللبن بياخد من حلاوة الفواكه ولا تكون يتاخد لبن الفواكه بحس اللبن اللي بالفواكه بتشتريه فيه سكر كتير أكتر صح مية بالمية بيضيفوله كتير محسنات للطعم سكر وموات حافظة لأن الفواكه بتخرب بسرعة فعشان لما يحطوها باللبن لسه البكتيريا اللي فيها بتزيد أكتر وممكن تخرب أسرع فمرات إنه نحن بحطولها هذه طريقة أصبطوا صحية أكتر صح فممكن أحط اللبن مع بذورة شيا حبتين تمر أو حب التمر مع ثلاث شرحات موز وثلاث حبات من الأبريكوت المجفف أو المشمش المجفف حلو حلو إحنا الآن ضل معنا أربع دقائق راند فأعطيني شو أكتر مثلا إنتي عطتنا النصائح كتير مهمة بس كمان شو أكتر مثلا أخطاء ممكن الناس بيقعوا فيها بيوجبة السحور أحطين أوكي هلأ شوف فيه مرات كتير إحنا عنا أغلاط شائعة عوجبة السحور واللي هي بتشكل كثير مشاكل خلال الصيام يعني هي فكرة الصيام أنه نحنا نعمل على تنقية الجسم من السموم وعنجدنا تخلص من نسبة كتير كبيرة من الدهن الأشخاص اللي ما بتعرفوا أنه نحنا بنقدر نخسر كمية كتير كبيرة من الوزن لما أنا بصوم لفترة طويلة اللي بصير عندي كالتالي هلأ أنا خلال النوم جسمي بيستهلك كل السكر الموجود بالدم رح أفيق بما أني تصحرت لسه شوي عندي سكر بالدم فرح أستهلكه بعدين بيلجأ جسمي لاستهلاك السكر المخزن بالكبد على شكل غلايكوجين فأنا كمان بتخلص من هذا السكر وبعدين بلجأ لإني أكسر دهن لأستخرج منه طاقة فقديش هون فكرة حلوة أنه نحنا نستغل فكرة أنه نحنا ممكن نكسر دهون لحتى نستخرج منها طاقة لحتى تكون هاي مصدر السعرات الحرارية اليومية اللي أنا عم بصرفها فهذا الإشي كتير أشخاص لازم نستغله أنه لازم نحنا للأشخاص اللي عندها بدانة أو زيادة بالوزن مفرطة نستغل شهر رمضان الكريم أنه أنا أقدر أخسر فيه سعرات حرارية ودهون كتير عالية الأشخاص اللي بتعاني من أمراض القلب، الكولسترول، الضغط، كلها هاي الأمراض بنشوف أنها هي أساسها هي الغذاء يعني إذا كان غذائي غلط السمنة بتأدي إلى مشاكل بالصيام أو مؤسري مشاكل بالجسم فممكن أنه أنا بالصيام أتخلص من هاي السمنة بشكل كتير كبير وأستغل هاي الفرصة بالنسبة للرياضة وخاصة للأمهات الغير يعني اللي ما عليهم ضغط كتير كبير بالعزايم وبالطبخ لازم أنه نحن نعمل رياضة لحتى نقدر نحرق نسبة دهون أكبر أفضل وقت للرياضة هو قبل ساعة أو ساعتين من وجبة الإفطار فأنا هون بكون حركت جسمي تخلصت من كتير كبيرة نسبة كتير كبيرة من الدهون وبعدين أخذت سعرات حرارية لنرجع نجدد العضلات بشكل أفضل بس كيف إحنا نفكر بالموضوع كأنه أنا صار لي فترة كتير طويلة عم بستهلك أكل طول الوقت صار وقت أنه أنا بعطي جسمي شوية راحة من الأكل المعدة بترتاح بركز أنه أنا أستهلك دهون وأكسر هاي الدهون لأستخرج منها طاقة بس هون يمكن نقول شو نوع الرياضة اللي بقدروا يعملوها يعني يمكن إحنا بنهاية النهار بيكونش كتير في طاقة بس هون لازم يعملوا رياضة يعني شو مثلا هيك في إشياء لازم يخدوها بعين الاعتبار مهم كتير لنوع الرياضة اللي تنعمل قبل الإفطار هلأ فينا الأشخاص اللي ما عندهم أطفال صغار بالبيت ممكن أن إحنا نطلع نمشي حولين البيت لمدة 45 دقيقة أو ساعة أولا أنه أنا راح أغير جو راح نمضي شوية وقت لأنه هي دايما أصعب وقته قبل بساعة أو ساعة ونص من الإفطار نحس من هدول الساعة ما بتم رؤ بصدف فهيك منها أنه بمضي الوقت باستغل أنه أنا بغير جو وبعمل رياضة بنفس الوقت للأمهات اللي عندهم أطفال ممكن أنه أنا أفتح على اليوتيوب أي فيديو ممكن أنها تكون رياضة الأم مع طفلها فهيك هي راح تمضي وقت مع طفلها راح تقدر أنها تستمتع بالرياضة وكمان الوقت بيمضى بسرعة لما أنت عم تعمل رياضة مع شخص حالو كمان فكرة كتير لذيذة الأشخاص اللي بيجوا عندي على العيادة دائما بيكونوا أصدقاء فبتلاقيهم كلهم عساعة معينة بيجتمعوا بمكان واحد خاصة إذا عايشين بنفس المنطقة وبيطلعوا بيعملوا رياضة مع بعض منها أنه بتكون فكرة أنهم يقضوا وقت ومن نفس الوقت عم بيستفيدوا أنهم عم بيحرقوا سعرات حرارية كتير عادية وبيقدروا بس يمكن هلأ ما يعملوا الأشي اللي كتير بده جهود لا شيك يعني الويت مثلا أو هدول الأثقال ما في داعي هلأ الأثقال بتيجي للشباب أو للرجال اللي حابين أنهم يبنوا كتلة عضلية مفروض أنه نحن ننتبه لفكرة أنه بناء الكتلة العضلية بدها تكون بالضبط قبل وجبة الإفطار عشان أول ما أخلص رياضة أكون قادر أني أكل لحتى أرجع أعيد بناء العضلة النساء اللي عندهم مشكلة أنه عضلاتهم كتير كبيرة أو بتحس بنية جسمها كبيرة هاي شخص بده يتخلص من العضلات أو بده يعمل بناء العضلات بشكل مختلف واللي هو الالونغيتد أكتر من ما هي العضلة تكون كومبرست أو تكبر بالحجم فبدها أنها تعمل رياضة وتنتظر ساعة لحدية ما تأكل فكرة زكية أنه هي قبل بساعتين من الإفطار ممكن تطلع تمشي والساعة الثانية تستغلها أنها تحضر الوجبة أو تحضر الطاولة أو شو مكان عندها إشاء بالبيت ممكن تعمله أوكي معلوات مفيدة شكرا راني شكرا إليك اشتركوا في القناة